الفياغرا أو السيدونافيل هي حبة تستخدم أو علاج يستخدم لتقوية الانتصاب في الرجل هذه الحبة ليس فيها المخاطر المذكورة وشائعة بين الناس أو في اليوتيوب بهذه الكثرة هذه الحبة تعدبر لدرجة كبيرة جدا آمنة تستخدم هذه الحبة فقط عندما يكون الرجل لديه مشكلة في الانتصاب ليس لزيادة القابلية الجنسية عند الرجل لأن القابلية الجنسية عند الرجل تكون مرتبطة بالحالة النفسية فأغلبية الناس الذين استخدمون الفياغرا ليس لديهم أي مشكلة صحية جسدية أقصى لذلك من الأفضل معالجة المسبب عندما يكون هناك خلل في هذه الوظيفة وليس أغذ الحبوب التي تزيد القابلية الجنسية يكون استخدام به هذه الحالة ليس صحيحا على كل حب من هو لا يستطيع أخذ هذه الحبة الذي لا يستطيع أخذ هذه الحبة هو الذي أصيب بجلطة دماغية أو جلطة قلبية قبل ثلاثة أشهر أي لا يستطيع أن يستخدمها بعد ثلاثة أشهر من هذه الحوادث الذي لديه ذبحة صدرية غير مستقرة والذي لديه هبوط في الضغط أو عجز شديد جدا في القلب هؤلاء لا يستطيعون أن يستخدمون هذه الحبة أخواني هذه الحبة لديها من العراض ما لديها ولكن نادرا ما تسبب الموت أو العوارض التي قد تسبب أو تحتاج إلى زيارة الطوارئ أغلبية العوارض الجانبية هي عبارة عن أحمرار في الوجه الشعور في زيادة درجة حرارة الجسم نوع من الخفقانات الحميدة ألم بالرأس السبب يعود إلى أنه هذا العلاج يسبب توسع في شرعين الجسم وفي النتيجة تحدث هذه الأعراض أخواني وأخواتي العلاج هذا أصلا هو استخدم لعلاج في البداية ارتفاع الضغط في شريان الرئاون وبالصدفة وجدوا أن هذا العلاج له عوارض جانبية التي هي زيادة وقوة انتصاب الرجل هذا العلاج لا يعمل إذا لم تكن هناك شهوة للجنس ومداعبة أي أن الرجل إذا أغده دون هذا التحفيز الجنسي لا يمكن أن يعمل هذا العلاج من الأشياء الخطرة التي سجلت في استخدام هذا العلاج هو تقل عن واحد بالعشرة آلاف حالة يعني ممكن أن تحدث عوارض جانبية شديدة في أقل من شخص من كل عشرة آلاف شخص قد استخدم هذه الحبة وأخطرها هي الضرابات في النبوطة الشديدة الذي قد تؤدي إلى استعمال أدوية قوية لإيقافها أو استعمال الرجل الكهربائي لإيقافها وهي الرجل فعن البطيني لكن شيء نادر هل العمر يحدد استعمال أو عدم استعمال هذه الحبة؟ كلا الحالة الصحية للمريض إذا كان الشخص يستخدم مثلا أدوية موسعة للشراهين بسبب ذبحة صدرية لا يمكن استخدام هذا العلاج معها والسبب أنه سيحدث لهم ضعفات في إخفاض ضغط الدم الضعف الجنسي هو كما ذكرت في البداية في الأغلبية الساحقة هو ليس جسدي هو عبارة عن ضعف نفسي أو تأثير نفسي العملية الرجل أثناء الجنس هي عملية معقدة سيتم شرحها في الدورة السويدية مستقبلا وأعطي نصائح وملاحظات ممكن أن يكون الإنسان مستفيدا منها أكثر من ما يستفاد من هذه الحبة ورد أسئلة جدا كثيرة أنه الشباب هل ممكن استخدامها أثناء الليلة الأولى في الزواج لطاء ثقة لهذا الرجل فنصيحتي نعم لكن شرط أنه يجرب أخذ هذه الحباية في موعد قبل الزفاف ليلاحظ ما هو التأثير الجانبي وهي فرصة أنه يختبر جسده إن كان هذا الجسد يتحملها أو لا ويجب أن تأخذ في وضع النهار وتكون هناك إمكانية الوصول إلى الطوارئ إذا استطلب الأمر ويستطيع أن يستخدمها في ليلة الدخلة لا ضرر هناك كثير من الفيديوهات في اليوتيوب يحذرون من هذا الشيء وينتقدونه انتقاد سلبي لكن أنا لا أعتقد هذا الشيء الشاب يريد أن يشعر بالرجل لده الليلة الأولى ولا ضرر من استخدام هذه الحبة مرة في الحياة لكن لا أنصح في الإدمان بها الإدمان بهذه الحبة هو أن الرجل لا يستطيع أن يبرس رجلته إلا باستخدام هذه الحبة وهذه خطرة من الناحية النفسية لأنها ستسبب نوع من الإدمان النفسي وقلة ثقة بالنفس ولا ضرر أن تكون موجودة الحبة في البيت كزيادة وأطمئنان للرجل أنه ممكن أن يستخدمها عند الحاجة هناك أنواع أيضا من الأدوية تستخدم للنساء سأتطرق إليها مستقبلا في المحاضرات القادمة تعمل كعمل الفياغرا ولها تأثيرات جانبية أيضا وفيها عوارض جانبية ضروري على المرأة أن تتعرف عليها من باب الاحتياط أخواني أهلا وسهلا بكم وأنا الدكتور الاستجاري وليزرحان من بلد السويد شكرا شكرا